الأحداث في المنطقة تشهد تصاعداً بشكل متسارع في حين أصبح وقف إطلاق النار سواء في قطاع غزة أو الجبهة الشمالية ضرورة ملحة وبعد انقضاء عام منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية باتت تطرح تساؤلات حول مآلات وسيناريوهات هذه الحرب وهو ما كان حاضراً في عنوين الصحف الغربية والإسرائيلية على حد سواء البداية مع صحيفة يدعوت أحرانوت التي نشرت تقريراً تحت عنوان تقدم نحو اتفاق لوقف الحرب في الشمال حيث نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن هناك تقدماً نحو اتفاق لوقف الحرب في الشمال وأن المبعوث الأمريكي للمنطقة ربما يبدأ جولة جديدة لإدمام اتفاق نهائي يتضمن تنفيذاً موسعاً للقرار 1701 بحيث يضمن عدم وجود أي مسلح لحزب الله جنوب نهر ليطاني وبحسب الصحيفة فإن الاتفاق يتضمن كذلك إعادة تمركز الجيش اللبناني وانتشاره على طول الحدود الشمالية بأعداد كبيرة فضلاً عن تعزيز قوات اليونيفيل الحالية واختبار آلية لمراقبة تنفيذ الاتفاق بالكامل أما صحيفة معاريف فخصصت افتتاحيتها حول الجهود المبدولة لوقف إطلاق النار في القطاع وعنونت صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين على الطاولة حيث أشارت إلى أن رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز طرح خلال محادثات الدوحة اتفاقاً لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 28 يوماً وإطلاق صراح نحو ثمانية محتجزين مقابل إطلاق صراح عشرات الأسرى الفلسطينيين بينما يرى مراقبون أن التوصل إلى اتفاق جزئي لوقف النار في القطاع سيسهم في كسر الجمود الذي دام شهرين في محادثات غزة وفي خضم هذه الأجواء لا تزال إسرائيل تمعن في جرائمها وانتهاكاتها ضد الفلسطينيين صحيفة فينانشل تايمز صلفت الضوء على الموضوع في مقال بعنوان الكنيست يصوت على حضر الأنرواء وقطع العلاقات معها حيث تناولت الصحيفة قرار إسرائيل حضر وكالة الأنرواء وهو ما أثار مخاوف من أن يحد ذلك من قدرتها على مواصلة عملها في وقت يعاني فيه أكثر من 1.8 مليون شخص في جميع أنحاء غزة مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد ووسط تصاعد المخاوف الدولية من الانزلاق نحو الأسوأ في المنطقة أفرضت صحيفة Wall Street Journal حيزاً للموضوع في مقال حمل عنوان مع تزايد الطلب البنتاجون يعاني من نقص صواريخ الدفاع الجوي حيث لفتت الصحيفة إلى أن البنتاجون أصبح لديه مخاوف من نفاذ مغزونه من الصواريخ الاعتراضية بسبب استخدامها بشكل مكثف لضرب الصواريخ والطائرات المسيرة في الشرق الأوسط الأمر الذي يعرض جهوزية الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ للخطر ترجمة نانسي قنقر